اشتركوا في القناة من خلال هذا الطوب خمسة من أضخم المخلوقات البحرية التي التقطتها عدسات الصيادين القرش المتشمس التقط مجموعة من الصيادة بمنطقة السايد بورتلاند في أستراليا وهو حيوان نادر وغير مألوف تواجده بهذه المياه وقد كان عبارة عن ذكر يصل الطلوه إلى 6 أمطار ونصف تقريبا ويزن 3 أطنان وقد أكد الخبراء على أن هذا النوع من القروش يعتبر ثاني أكبر مخلوق بحري في العالم بعد الحوت الأزرق وليس من العادة أن يكون قريبا من أستراليا وآخر حيوان تم تسجيله من هذا النوع كان عام 1930 حسب خبيرة باتحف فيكتوريا وظهور هذا النوع من المخلوقات هناك كان للمرة الثالثة منذ 1883 القرش الحوتي عام 2012 عثر الصيادون محليون في المياه القريبة من مدينة كاراتشي في باكستان على قرش حوتي يبلغ طوله 12 مترا وقد حمله الصيادون للميناء حيث كان الجميع ينتظر رؤيته بفارغ الصبر تم حمل هذا الحوتي الذي يزن أكثر من 7 أطنان باستخدام الرافعات والحبال وهي عملية استغرقت أكثر من أربع ساعات وقد بلغ ثمن هذا الحوتي 18 ألف دولار أي عشرة أضعاف الثمن الذي تخيل الصيادون أنهم سيحصلون عليه ويعد القرش الحوتي أكبر المخلوقات البحرية يمكن أن يصل طوله إلى 20 مترا ولا يعرف الخبراء إلا القليل عن هذا الحيوان الذي يتغذى على الأسماك الصغيرة وحسب كتاب جيناس للأرقام القياسية فإن أضخم حوت تم تصويره كان عام 1947 وقد تم العصر عليه هو الآخر بالقرب من مدينة كاراتشي أما طوله فيصل إلى 12 مترا ونصف في حين أجد أن وزنه يقدر بـ 21 طن ونصف الحبار العملاق لقد تمت مشاهدة وتصوير هذا الحبار العملاق في مياه القارة القطبية الجنوبية عام 2007 وهو يزن 495 كيلوغراما حيث يزيد على الحبار الضخم الذي تم اكتشافه عام 2003 بـ 150 كيلوغراما وبذلك حطم الرقم القياسي ليكون أضخم حبار في العالم هذا الوحش الذي يحمل عينين بحجم إطارات عجلات السيارة تم تصويره في اللحظة التي كان يلتهم فيها سمك القد الذي تمكن منه الصيادون وقد تم العصر على هذا الحبار العملاق في أعماق المياه الباردة ببحر بالقرب من الأنتركتيكا وقد أسرع طاقم المركب لحمله في أحسن الظروف حيث بحثوا عن أفضل طريقة لنقله على متن المركب قبل أن يقوم بتجميده وإعطائه للعلماء من أجل البحث في تفاصيل هذا النوع وتجدر الإشارة أن طول هذا الحبار يقدر بعشرة أمتار كما أن إخراجه من الماء تطلب أكثر من ساعتين من العمل بعد مرور ثمان سنوات على اكتشاف هذا الحبار العملاق قام بحارة روس بتصوير حبار ضخم آخر كان يحاول افتراس الحيوان الذي يقام باستياده وقد استعملوا عصيا طويلة لإبعاده عن الفريسة وأكد الكثيرون أن هذا الحبار أكبر بكثير من ذلك الذي تم اكتشافه عام 2007 ولا يعرف أحد إلى أي حد يصل نمو هذه المخلوقات رغم الدراسات العديدة التي أجريت إلى حد الساعة على حيوانات ميتة القرش الأزرق عام 2015 تم تصوير قرش أزرق عملاق بأحد شواطئ أستراليا وقد انتشر صوره بالشبكات الاجتماعية وقد صرح الرجل الذي عثر عليه أن هذا القرش يحتمل أن يكون المسؤول عن عدة هجومات مميتة على السياح وراكب الأمواج بالمنطقة المثير أن مستخدم شبكات التواصل انتقدوا إلقاء القبض عليه لكون القرش الأزرق يعد حيوانا يعاني خطر الانقراض وحكومة أستراليا كما هو الحال بالنسبة لحكومات دول أخرى تمنع صيد هذا النوع من الأسماك نظرا لأنه يباع في الأسواق السوداء الخاصة بالأغذية الغريبة من جهة أخرى أكد الصيادون على أنهم خيرا فعلوا عندما خلصوا كل من السياح وراكب الأمواج من خطر عظيم كهذا وهو ما جعل المتتبعين ينقسمون إلى مؤيدين ومعارضين لفكرة القبض على هذا الحيوان الخطير لقد تم العثور على سمكة راي عملاقة وصل وزنها إلى 1000 كيلوغرام عام 2015 في إحدى شواطئ الحدود بين البيرو والإكوادور يحكي الصيادة أن هذا الحيوان كان قد توغل في الميناء كما أنه قام بسحب المركب لساعات وعندما تعيب الحيوان استغل الصيادون الفرصة لجره إلى الشاطئ وقد قالت وسائل الإعلام البيروفية إنه قد تم تقطاع الحيوان وباعه بالتقصيد وعندما انتشرت صوره بشبكات التواصل الاجتماعية بالبيرو تم سن قانون لحماية سمك الراي بكونها وحدة من الكنز البحرية حسب ما صرح به وزير البيئة إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم